هل تشتكي من الهموم والأحزان هل أصابك الأرق بسببها فلا تستطيع أن تنام لتزول عنك الهموم عليك بالاستعانة بالله ثم الأخذ بالأسباب وأعظم علاج للهم ذكر الله فبه تطمئن القلوب وتنشرح الصدور قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعليك بالإكثار من أذكار زوال الكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا ومنها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأكثر من صلاة النوافل وقيام الليل فإنها نعم المعونة للأرواح والأبدان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعليك بالتوكل على الله وتفويض أمرك إليه واعلم أنه لن يحدث في الكون إلا ما قدره الله فلماذا تحمل الهم؟ قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعليك بالدعاء ليزيح الله عنك الغم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وتفاءل بالخير واعلم أن العسر يليه اليسر وأحسن ظنك بربك قال تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به فليظن بي ما شاء وعليك بأخذ الأدوية الحسية كالتلبينة وهي حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته قال النبي صلى الله عليه وسلم التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله فإنها دواء لكل مهموم قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها أي أصلي عليك بدل أن أدعو فقال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك